طيب عشان سريعا لان الوقت هيجي وانا مش لازم اقول لك على كل الحاجات اللي انا ننتك عليها هبدأ بخبر آآ لطيف عادي جداً ما فيهوش حاجة قال له أستاذ مصطفى الفئي خد الصبونة يعني دي احسن من الحاجة اللي قالها عمره دي بالبقى خد الصبونة خد استمره ستة بلاش الصبونة أستاذ مصطفى الفئي الدكتور مصطفى الفئي النهاردة طم الاطاحة به من رئاسة مكتب الاسكندرية وتعيين الدكتور أحمد زايد مديراً لمكتب الاسكندرية الحقيقة كل ما بتحصل الحاجات دي بتدخل البهجة على قلب الواحد مع التثبيت انا قلتلكوا قبل كده ادعوا لنا بالثبات الحاجات دي هي اللي بتدخل البهجة والثبات على قلبك شوفوا صار في عمل ايه لهذا النظام شوفوا كمية التعريض واستخدام لسانه قد قوتي جدلاً سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه كان من الثلاثة الذين اخلفوا فلما قعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال له ايه قال له يا رسول الله لو جلست امام احد غيرك لجادلته فقد قوتيته جدلاً عندي لسان بعرف اتكلم فهو بصابة لفيه لديه لسان وهو متحدث جيد ومعوسوها علمية استخدمها ارخص استخدام وأد وأكثر دنائه افعل تفضيل يعني لسانه دايماً لسانه دايماً لسان الباطل عمره ما كان لسان الحق عمره ما كان لسان الحق وهقولك دوقتي هعرض لك فيديو دوقتي صدمة عشان تعرف دايماً كان نسمع كده في خطبة الجمعة يقولك ايه البطانة السيئة بطانة الحاكم السيئة طول عمره بطانة سوء طول عمره بطانة سوء بطانة حاكم سيء لا يأمر بمعروف ولا هي عن منكر دا مش معروف ومنكر في الدين دا معروف ومنكر في الحياة السياسية وفي الحاجات دي فالراجل سخر لسانه مصطفى الفئي لخدمة هذا الانقلاب وقيادة الانقلاب سنوات طويلة في الاخر رموله ايه عضمة مكتبة اسكندرية مع انه مصطفى الفئي بعد ثورت بعد ثورت يناير العظيمة ترح اسمه كامين عام لجامعة الدول العربية لولا قطر الف شكر القطر الف شكر القطر والله اللي هي وقفت قدام مصطفى الفئي عشان ما يبقاش امين جامعة الدول العربية ويحق احد احلامه ما هو احلامه كانت متمثلة في انه يبقى وزير خارجية مصر يقامين جامعة الدول العربية لطال ده ولا طال ده فالاسف يعني رموله عضمة وانتو عارفين العضمة بتتريم المينة رموله عضمة مكتبة اسكندرية قاعد فيها سانتي خد القرشين والنهاردة قالوا له ايه روح هو ده المشهد اللي بقول لكم اللي بيثبت الواحد ويددينه ايمان بانه التضحية احنا ما نضحيش ولا حاجة الحمد لله الناس قال الله سبحانه وتعالى يعني ان يتقبل عمل واجعله وخلصها اللي واجعله لكن فكرة انه ايه لا اثبت اهو خدت شوية وفي الاخر كسبت ايه فلوس ما انت هتموت وتسابها ده الرجل داخل على التمانين يعني ما انت هتسابها وعندوش غير بنتين قابت فلوس كسبت احترام مين النظام هتتعمل لك جنازة عسكرية محترمة ولا بعملوش جنازات عسكرية على فكرة جنازات عسكرية القاضي العسكرين بس انتوا انتوا من المدنيين للولحاء اعمل لك جنازة ويبعتلك مندوب تبو حسابك عند ربك تبو ذكرك في التاريخ ولا حد هوا ليك فيديو عجيب جدا لمصطفى الفئيه هو بيتكلم بقريحية جدا عن فترة وجوده مع مبارك شوف بطانة السوق في حتة صغيرة يعني هي تفصيلة قد لا يقف البعض امامها لكن لان الواحد الحمد لله عينه بترصد اشياء فلازم تاخد بالك اللي بيعمل اللي بيحلل الحرام للحاكم لا يمكن ابدا يكون بطانة حسنة مصطفى الفئيه هو بيحلل الخمرة لحسن مبارك اسمع المقطع ده عشان تبقى عارف بس كيف يكون تأثير بطانة السوق على كل حاكم اسمع كنا قاعدين وكان نحب يعني يقتنس بحديثي كده محبة واحنا قفوات الفراغ فقالي قولي بقى مفتي الفئيه يعني المفتح يفتيله يعني مش الخمر حرام وطول الله في اختلافات في الأعراء بيقولوا السكر هو اللي حرام مش الشرب اللي حرام اللي يشرب ولا يزكر خلاص انما الخوف من السكر فقدان الوعي وتصرف بما لا يجب انتو جدتوا الحتة دي بس يا جماعة بص الحتة دي عشان حوقه بس ان القناة ام بي سي وبيعودوا على الحوق بعدش يشغل هذه تانية يا ضياء على ما استنكز لانه هنا مصطفى الفئيه بيحكي حكاية لطيفة جدا على فكرة الاتصالات يعني انه قاعد بقى حسن مبارك يعني بيتصمر معاه وبيحب يسمع ماله وقال له فتيلي بقى ايه في موضوع الخامرة فالستاذ مصطفى الفئيه الدكتور مصطفى الفئيه قال له مش حرام طالما ما اسكرتش مش عارف طبع الفاتوى دي جاية منين لدرجة ان حسن مبارك قال له لا 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 طلوب للشيخ لا يسخ في كلامه اسمع كده عشان تبقى عارف بس مصطفى الفئي وكل مصطفى الفئي كيف يبيحون للقادر دي ده ده انا اعتبره من اخطر المقاطع الحاكم اللي بيجلس على الكرسي عنده ناس اه ايه رأيك اللي احنا عملناه في ربع ده كويس يا فندم ده انت الحمد لله طوبة لمن قتلهم وقتلوه علي جمعة طب اللي احنا بنهد بيوت الناس يا فندم ده انت الهدف منه مصلحة الناس طوبة لمن هديت بيته طب يا فندم احنا النيل يا فندم طوبة لمن فرط في مياه مصر وهكذا الدايرة اللي حوالين الحاكم ما زي ما قال كده اما تكون بطانا صالحة تاخد بيده للخير او اما تكون بطانا سيئة تاخد ليه الشر فهنا مصطفى فيه في تفصيلة صغيرة تخيل بقى عمل حكاة دي كم مرة لما حسن مبارك خد رأيه في مسائل سواء دينية او سياسية ازاي ازاي زيين له الباطل ازاي زيين له الحرام ازاي زيين له الفساد ازاي زيين له الجريمة فرقني تاني دا كنا عاديين وكان يحب يعني يعتنس بحديثي كده محبة وحنا افوات الفراغ فقال لي قول لي بقى يا مفتي الفيه يعني المفتح يفتيله يعني مش الخمر حرام وطول الله فيه اختلافات في الاراء بيقولوا السكر هو اللي حرام مش الشرب اللي حرام اللي يشرب ولا يسكر خلاص انما الخوف من السكر فقدان الوعي وتصرف بما لا يجب قال لي دا أنت قال لي لا بس كنت عايز تكمل تاني بس المقطع على الزبل الوقفون قال لي لا لا طلب للشيخ طلب للشيخ فده بس ايه ده جزء مهم جدا فيه ترجمة نانسي قنقر